السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدسكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء رقم 7 من الفصل السادس هنواصل حديث عن أنواع الالكترو كيميكا الكوروجين وهنتكلم عن الجرافز كوروجين الجرافز كوروجين في الحقيقة زي ما انتوا شايفين هو نوع من أنواع الكنسنتريشن سيل كما تكلمنا من السادس عندما نحدث عملية مثلا ربط أو جوينينج بين المادتين زي ما احنا شايفين فأنه يكون هناك نوع من أنواع الجرافز أو الشق ناتج نتيجة للحامل المادتين مع بعض هذه المنطقة تتصرف كما لو كانت آنود والمنطقة الأخرى غريبة الأكسوجين تتصرف كما لو كانت كاسود ونتيجة لذلك تتم عملية الكوروجين في الجرافز وده نوع من أنواع الربط بيتم عن طريق مسامير البرشام زي ما احنا شايفين أما الطريقة الأخرى وهي soldering or brass material يعني في لحام تم لابد أن يكون هناك في منطقة فيها شقوق فتحدث عملية أن يتأين المنطقة فتحدث نوع من أنواع الكوروجين وهذا ما يسمى أيضا نوع آخر من أنواع الجرافز كوروجين أو الجالفانيك سالي النوع الآخر عندما نربط بين اثنين material عن طريق اللحام فإننا نلحم نقطة واحدة هنا ونقطة أخرى أما المنطقة الفاصلة فهي عبارة عن جرافز أو كراكس أو شقوق أيضا تكون محرومة من الأكسوجين فتكون لو أكسوجين فتتصرف كما لو كانت آنود والمنطقة الأخرى تتصرف كما لو كانت كاسود فيحدث عملية الجرافز كوروجين